طريقة جديدة للتجسس على الهواتف من دون تنزيل تطبيق أو حتى إرسال طلب موافقة أو اختراء كيف عم تتعرض هواتفنا وهواتفكم للخطر؟ وهل أنتوا مراقبين؟ نشوف هالتقرير صار في تراقب تليفونك، تتراقب أنت شخصيا أو أنت، بس هذه المرة بطريقة كتير وسخة لا يوجد أستطيع أن تشاهده عنكم، لا تكون تعملوا أبروب لحتى يعرفوا كل شيء مراقب ولا حتى موصول على نفس الجيميل، لا تستطيع أن تتعرض أنك مراقب إلا بالطريقة لرعن مكيها أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد سلوم، حضرتك صاحب محل تلفونات وأيضا متخصص بتطبيقات الهواتف مية بالمية؟ ما هي القصة؟ ليه خوفتنا على التيك توك؟ وخبرتنا أنه قادرين نحن نكون مخترقين، لا يوجد أحد في رأسه خيم الزرق مثلا؟ مية بالمية، أنا دايما بنزل أخبار على صفحته، وهي كيف تقدر تحمي حالك من هذه المراقبة لأن اليوم أنت مانك عارفة شو عم بصير معيك، بس أنت عم تكون مراقبة بشكل مباشر، وكل شيء موجود على تلفونك هو قادر الشخص اللي بوجك اللي قاصد يراقبك، قادر يراقبك بشكل كامل شو يعني بوجك؟ يعني ما بيقدر يراقبني إلا الشخص اللي بوجه؟ لا لا لا، فيه يكون بلد ثاني هو عم براقبك، هلا فيه أمور هي مقصمة، أوقات بحاجة ليكون معه تلفونك ليراقبك، فيه الأمور الأخطر بده يكون معه الباسورد ليقدر يدخل على تلفون، صح؟ بده الباسورد مية بالمية، بس بحاجة لتلفوني أي صعبة شوية؟ صعبة شوية، بس هي عادة مراقبة بتصير أكتر بين اتنين مزوجين، مصاحبين، أو أي شيء بين اتنين قادر يوصل لتلفون أو العقس؟ أو يكون مفتوح التلفون، هو مجرد ما وصل له مثل هيدا الأبليكيشن اللي أنا فرجيته، هو بحاجة لديئة، لديئة وحدة، بس هيدا الخطر فيه أنه أنت حتى هيدا الأبليكيشن ما بتشوفيه على تلفوني، يعني هلأ تلفونيك أنت أنا المراقبة، فرضا أنا اللي عم بتراقب، صح، الأبليكيشن ما بشوفه أنا على تلفوني، شو ما عملتك، أنا بكون عم شوفيك على التلفون الثاني بشكل كامل، بقدر اسمع صوتك، بقدر اسمع صوتك، يعني كل الفويسات اللي أنا ببعض، هلأ إذا أنت عم تحكي معي، أنا بقدر اسمع صوتك، الكاميرا بقدر افتحها، بقدر سكر لك أبليكيشن ما تقدر، تقدر تشوفني أيضا بصورتي، وين ما كنت؟ وين ما كنت، معي اللوكيشن الكاملة لإلك، هيدا التلفون هو موجود معي، نزل عليه أبليكيشن، أكيد ما ها أذكر اسمه، لأن أنا بس هدفي وعي من هيدا الأمور، لأن أنا واصل لعندي أمور صعبة، وجربنا قد ما فينا نحمي عالم منه، وأكيد في أمور منقدر نحلها، بس في أمور خطرة نحن ما منقدر نحلها، في جرائم المعلوماتية، وفي أيضا هيدا قصة المراقب يحاكم عليها القانون، في مادة قانونية تجرم لبرائب لها، صح، يعني نحن بس نصير، نحن ما قادرين بقى نعمل شي، فأزا نحن منقول الجقلة الدولة، اللي هي ما عم بتأثر أبدا، 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 أبدا ما عم بتأثر، وهني كيسز بيجول عنا، هلأ هون نتبع قصص اللي هي منحميه من الـ IP اللي هو اخترقهم، يعني اليوم نحن منقدر نعرف شو هو، هاكر يعني، اللي بيوصل مش أبليكيشن متل نحن شرحناها، هو بيصير هاكر، هيدا الهاكر، نحن الأقصص اللي اخترقه منصير مضطرين نستغني عمنا، يعني اليوم، إذا اخترق هيدا التليفون، هو والواي فاي، نعم، وكل شي موصول عليه، نحن مجبورين كليا، نشيله، نشيله كليا، خلص، نستغني عنه لحتى نقدر نكفه، يعني بس بدي أذكر أنه نصة المادة 283 من قانون العقوبات اللبناني، على أنه من كان في حيازاتهم بعض الوثائق أو المعلومات التي ذكرت بالمادة 281، فأبلغه أفشاه من دون سبب مشروع عوقبة بالحبس من شهرين إلى سنتين، في عقوبة القانون اللبناني بيجرم المتجسس، حتى الجهات الأمنية باللبنان، يعني والهدف من هيدا الفقرة، أحمد مقول للمشاهدين، مش التشجيع أبدا على هيدا الأمر، ولكن بالعكس كيف نقدر نحمي حالنا؟ مئة بالمئة